مساء الخير للجميع والله يعطيكم العافية وان شاء الله بتمنى لكم التوفيق دايما انتهينا من الشابتر الاول والشابتر الثاني حديثنا اليوم ان شاء الله رح يكون في الشابتر الثالث وزي ما بتعرفوا هذا الشابتر بيجي عليه لا يقل من خمسة لست اسئلة بالامتحان وجدا سهل انك تحصلهم وهذا الشابتر بيحكي فيه كل ياته اكثر شيء عن الامانت اف سابستنس وعن المول ونمبر اف اتم والنمبر اف موليكيولز ونمبر اف اتم ان موليكيولز وبيحكي عن البرسان تيلد وبيحكي عن اللميتيج ري اكتنت ان شاء الله رح نتعرف عليهم اول باول زي ما بنعرف هذا الدرس وهذا الشابتر بيحكي كمان عن النسبة والتناسب لما اعمل نسبة والتناسب بين المعادلات الموزونة واللي بتكون معطاة بالامتحان وما في داعي اني اوازن معادلة تيجيك المعادلة موزونة بالامتحان جاهزة فبالبداية لاننا نحكي ايضا في هذا الشابتر بيحكي عن الأفوغادروز نمبر فبالنسبة لعدد أفوغادرو وما هو عدد أفوغادرو هو عبارة عن يساوي 6.02 في 10 قوة 23 هل هذا العدد حفظ؟ لا بعطيكي اياه بالامتحان لاحظ عندي كان معطيهم اياه الأفوغادروز نمبر عدد أفوغادرو وهذا معطى في الامتحان ليس للحفظ لكن من كثر ما رح تحل لحالك رح تحفظه وهذا الحديث في الشابتر رح يكون عن النسبة والتناسب بين المعاملات للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة ومنلاحظ في أول صفحة بالشابتر حكينا الشابتر الأول الSI unit للمول للمول قلنا عنها هي المول الآن كلمة مول بدنا نعرف أنه أي واحد مول من ذرة الأتم أو ions الآيونات أو الجزيئات أو الجزيمات والجزيئات والآيونات والذرات أي واحد مول منهم دائما بساوي عدد أفوغادرو اللي هو أفوغادروز نمبر ويختصره بالرمز أنكابيتل دوت إي يعني نمبر أفوغادروز وهذه قيمته وليست للحفظ تيجي بالامتحان لكن من كثر ما رح تحل عليها رح تكتشف أنه والله حفظتها لحالي فشو الملخص الكلام اللي كاتبه هنا أنا بقول لك يعني أي واحد مول من ذرة مثل عناصر الجدول الدوري أو أيون سواء كان موجب أو سالب أو جزيء أو جسيم كلهم بساووا عدد أفوغادروز هذه لازم نعرفها ونتعلم عليها لأنه اليوم رح نعرف كيف نحسب المول وزي ما منعرف دائما عدد المولات يساوي الكتلة على الكتلة المولية ورح نعرفها إن شاء الله اليوم فقبل ما أحكي عن المولات والماس مرات وهي قليلة جدا ما بعطيك الملوكي لرويت للعنصر اللي هي الكتلة المولية ما بعطيك إياها للعنصر أو للجزيء أو المركب الكامل فبالتالي بدي أضطر أنا أروح أحسبها فحتى أحسبها بقول لك يتم حساب الكتلة المولية للمركب من خلال نضرب عدد ذرات الكتلة المولية للعنصر ودائما أي عنصر في الجدول الدوري الرقم اللي تحته بتكون هي الكتلة المولية للعنصر كيف طيب ممكن تفهمني أكيد منيجي لهون الأكسجين كم العدد الكتلة المولية تحته تحت لا تأخذ اللي فوق هاي أول غلطة ما بدي إياك تقع بيها بكرة بالامتحان هلو بنأخذ العدد اللي تحت مش اللي فوق هايه 16 تعال على الكربون 12 نيتروجين 14 ماغنيسيوم 24 و 3 كاليسيوم 40 صوديوم 23 وهكذا أيضا لو قلت لك الهايدروجين كمان عندي الهايدروجين هي واحد فهي هي الأعداد أيضا موجودة تحت هون ليست للحفظ معطاة بالامتحان والعدد الكتلة المولية بيكون انتبه تحت العنصر مش فوقه من تحت على سبيل المثال قايل لك كالكوليت المولكول رويت لهذا المركب كربون 6 هيدروجين 12 أكسجين 6 لهم C6 H12O6 حتى احسب الكتلة المولية لكل مركب بعمل على ضرب عدد الذرات لكل واحد في العدد الذري اللي هو عفوا الكتلة المولية له اللي هو العدد الذري الموجود تحت العنصر ف هاي الستة هايها للكربون الكربونات عنده ستة ستة الـ 12 من وين جبتها هذا الكربون موجود تحته بالجدول الدوري 12 زائد كم هيدروجين عندي هون 12 هيدروجين ضرب عدد الذري للهيدروجين واحد زائد 6 اكسجينات ضرب كم العدد الذري هون اللي بسموها الموليكولر ويت الكتلة المولية له فلما اجمحهم وانه طال معاي 180 ووحدة الكتلة المولية جرام لكل مول هذا الشيء لازم اكون عارفه لو اخذ المثال اللي بعده المثال اللي بعده قاعد بقولك الـ H2 SO4 كيف احسب له الكتلة المولية للمركب كامل في حال بالامتحان ما اعطاني اياها فانا بروح احسب له اياها فباجي كم هيدروجين عندي هون ثنتين كم الكتلة المولية له تحت العنصر واحد زائد كم ذرة كبريت واحدة كم الكتلة المولية لها 32 زائد كم ذرة اكسجين عندي هون اربع تمام كم الكتلة المولية لها 16 بجمحهم على الآلة الحاسبة وانهم 98 بنيجي على المركب هذا كلها مضروبة باثنين هاي لو بدأ اجي افرجيكم مياها كيف كانت بالاصل هي عبارة عن هاي اصلها الكل اثنين هاي الاثنين كأنك انت ضاربها بالقوس هذا فقط يعني كأنه عندي ذرة كالسيوم وعندي ذرتين من النايتروجين و6 ذرات من الاكسجين هاي لما ضربنا القوس ضرب مع خارج القوس بداخله فبروح بحسب كيف عندي عندي كم ذرة كالسيوم وحدة كم الكتلة المولية لها 40 من وين عرفت انها 40 للكالسيوم هاي موجودة عندي الكالسيوم محطوط عليها دائرة هاي هون شايفينها تحت هي دائرة 40 زائد كم ذرة نايتروجين عندي عندي ذرتين نايتروجين ضرب الكتلة المولية للنايتروجين 14 من خلال الجدول الدوري المعطف في الامتحان زائد كم اكسجين عندي 6 ضرب 16 طب كيف صار ان 6 وكيف صار هاي اثنين ضرب هاي الاثنين برا في داخل هذا القوس اللي عندي وبجمحهم وبطلع الكتلة المولية لهذا المركب الكامل عندي اللي بسموها المولير ويت او المولير ما اكثر شي هيك رح تشوف بالامتحان او 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 يعني هاي الاشياء اللي ممكن تشوف لها هاي الحالة وهي حالة قليلة جدا اذا جاء لك معادلة زي هيك وهي حالة قليلة جدا 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 بقول لك احسب الملك الارويت لهذا المركب كامل هاي السيو كم ذرة عندي واحد ضرب الكتلة المولية لها 63.5 من الجدول الدوري زائد كم سلفر عندي كبريت واحدة ضرب 32 زائد كم اكسجين عندي اربعة ضرب 16 زائد لاحظ هاي هنا في نقطة اللي هي زي الدوت هاي الخمسة تتوزع على الهايدروجين وتتوزع الأكسجين لكن بالمعادلة الموزونة كمان شوي رح نجي لها اوعك تضرب المعامل في قيمة الشيء كيف ما فهمناهاش كمان شوي باجي لكم فالخمسة فربطة باثنين عندي عشر ضرات هاي كم الكتلة المولية له واحد زائد كم اكسجين عندي هون خمسة ضرب الكتلة المولية له 16 فبطلع معاي هذه الكتلة المولية شوف لو كان عندي هيك خمسة اجتو او هاي اللي وزعتها قدامكم خمسة ضرب اثنين عشر هيدروجينات وخمسة في او اللي الاكسجين خمس اكسجينات بقولك اما اذا كانت المعادلة طلب نحسب الملك للأكسجين لا نضربها بثلاث ما باجي بضرب هاي بثلاث بقول هاي عنده 16 وفي ثلاث من بره 48 لا 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 اوعك تقع فيها هاي بتختلف عن المثال الاعلى وهاي قليل ما تيجي وانسوها قليل ما تيجي ورح ننساها الان بدنا نيجي على القوانين هاي وهذا دائما هذا القانون بلى بالامتحان ما بعرف امشي ابدا فبدي اعرف انه دائما عدد المولات يساوي الكتلة على الكتلة المولية العدد المولات والمول باختصروا بالرمز النسمول يساوي الماس باختصروا بالام próxima المولر ماس باختصروا اما بالام و او الم دوت ام اللي هذي المولر ماس طيب punished بده يجي علي بقول لي طيب افرض بدي المولر ماس اطلحها كيف دي أعمل طب أفرض عندي عدد مولات كيف أطلح من خلال هاي الطريقة نفس مبدأ المرة الماضية ذاكرين هرم الدنسيتي لأعطيتكم إياه لما قلت لكم هذا الهرم قلت لك عندي هذا ماس إذا بتذكروه وهي دنسيتي وهي فوليوم كان هنا ضرب وهي قسمة الآن دعطيكم هرم جديد وهذا الهرم سهل جدا فيه إنك تطلع إيش أطلع فيه إني أطلع فيه أي شيء ممكن يطلبه مني مباشرة فباجي بحط فوق الأم السمول وهي اختصار الماس وهاي هون الأم السمول وهي اختصار المول وهنا خلينا نسميها M.W وهي عبارة عن الموليكيولر ويت تمام فنفس الإشياء التي تعلمناها المرة الماضية بدك على سبيل الماس على سبيل الماس على سبيل المثال الماس بقول هي عبارة عن عدد المولات ضرب الموليكيولر ويت بدك الموليكيولر ويت هي الماس تقسيم المولات بدك مولات هي الماس تقسيم الموليكيولر ويت فهذا الهرم اللي رسمته هو اختصار هذا الهرم اختصار لهذول الموجودين عندي لاحظ هيهم بدك مول ماس على موليكيولر ويت بدك مول ماس على موليكيولر ويت بدك موليكيولر ويت ماس على مولات بدك الماس المولات ضربوا الموليكيولر ويت وهذا الهرم لما تيجوا تقرؤ ان شاء الله هذا الشابتر بتسكرنه بتعملوا سكرين هذا محاذ أو تكتبوه على ورقكم اللي بتشوفوه مناسب ان شاء الله تمام الله يوفقكم نيجي الآن نأخذ أمثلة هذا المثال بقول لك أول سؤال How many moles are in 62.5 جرام من ال NaHCO3 لاحظ بده عدد المولات لما يقول لي عدد المولات وبناء على الهرم هذا اللي معاي عدد المولات بده يكون الماس على المولر ماس طيب بدي أعطيكم معلومة إنه الماس تقاس بالجرام والموليكولر ويت بالجرام لكل مول وعدد المولات من اسمه يقاس بالمول تمام؟ فدائما وحدة الماس لازم تكون مطابقة لوحدة الكتل المولية عشان إذا في حملية شطب يروح القرام مع القرام تمام؟ وهلأ منشوف كيف لما نيجي نطلع عدد المولات فبنرجع للمثال هذا اللي معانا How many moles are in 62.5 جرام من ال NaHCO3 هاي ما أعطيني القرام وهي الماس هاي القرامات هاي معناته الماس طيب وال NaHCO3 من وين أطلع عدد الكتلة المولية؟ دائما في حال ما أعطاك في الامتحان بروح بحسبها زي ما علمتكم كم ضرت صوديوم عندي هون؟ وحدة ضرب من وين جبت الثلاثة وعشرين؟ هايها في تحت الأسفل العنصر هذا الصوديوم هاي الثلاثة وعشرين أسفل العنصر عدده بكون العدد الكتلة المولية ضرب كم هيدروجين؟ واحد ضرب واحد زائد كم كربونة؟ واحد ضرب اثناش زائد كم أكسجينة؟ ثلاثة في ستعاش بكون حسبت الكتلة المولية ووحدتها جرام لكل مول طيب والماس من وينها؟ هايها المولات بتساوي الماس على المولر ماس 62.5 تقسيم ال84 اللي طلعتها هون لاحظ القرام مع القرام راحوا الآل الحاسبة هين حسبت المولات؟ تمام؟ هاد رح يتكرر معاك لقدام كيف تطلع المولات من هولا نهاية الشابتر عدد المولات يساوي هلو حقليها ببالك الله يرضى عليك انتوا إياها عدد المولات يساوي الماس على المولر ماس بالعربي الكتلة على الكتلة المولية هذا هو عدد المولات هذا الأمثلة اللي قدامك دايما عليها سؤال بالامتحان وحياتك إنه غير يجي في الامتحان هذا واحد عليه دايما سؤال بالامتحان شو قصدك فيهم قصدي فيهم بقولك number of atoms عدد الذرات شو المقصود بالذرات جميع عناصر الجدول الدوري فقط لما تكون ذرة لحالها بوتاسيوم صوديوم ماغنيسيوم أكسجين نيون ألمنيوم أي ذرة من ذرات العناصر الجدول الدوري هاي لقدامك شو بتساوي؟ بتساوي عدد المولات ماشي ضرب عدد أفو قادرو طيب عدد المولات من وين طلعه؟ من القانون الماس على المولر ماس وعدد أفو قادرو من وين هو؟ قلت لك عدد أفو قادرو هو عبارة عن ستة فاصلة صفر اثنين في عشرة قوة ثلاثة وعشرين وفي بعض المصادر بحطوا ستة فاصلة صفر اثنين اثنين ضرب عشرة قوة ثلاثة وعشرين تمام؟ هذا ليس للحفظ يعطى بالامتحان لكن صدقني وصدقيني قد ما رح تحلوا عليهم بهذا الشابتر رح تشوف قدامك إنك حفظت لحالك طيب لما يقول لي number of molecules شو يعني الموليكيولز؟ قلناها المبارح الموليكيولز بكون متكون من ذرتين فما فوق زي O2 زي مثلا مركب CH4 C6 H12 O6 أي شيء رح نأخذه لأمثلة كمان شوي بكون أكثر من ذرتين طيب المثال الثالث اللي هو عبارة عن number of atoms in molecules شو هو؟ يعني عدد ذرات مثلا بقولك روح وحسب لي ذرة أكسجين هاي ذرة الأكسجين في المركب الكامل ورح نأخذ عليه في الأمثلة وهو يساوي عدد المولات ضرب عدد أفو قادرو في عدد ذرات العنصر المطلوب بيجيوا أحب وقلي طيب هذا القانون نفس هذا القانون طيب إذا ما شو بختلف عن بعض؟ هاي ذرات عناصر الجدول الدوري هذا جزي وكمان شوي رح نأخذ معاكم بالأمثلة أيضا إذا كان معاك وهي معادلة رياضية سهلة يعني إذا كان عندك المولات مجهول وعدد أفو قادرو معروف وعدد الأتم معروف شو القانون بيقولك؟ عدد المولات بيساوي عدد الأتمز number of atoms على عدد أفو قادرو طيب نفس هذا الشيء لو كان عدد الأن مجهول وعدد أفو قادرو معاي والnumber of molecules معاي عدد المولات بيساوي number of molecules تقسيم عدد أفو قادرو وخلال الأمثلة رح نمشي فيهم أول بأول تمنيت إنه تكونوا معاي بالبث ونتفاعل أول بأول بس ما شاء الله المشاكل المبارح كانت يعني عالية المستوى إن شاء الله بنلتقي في بثوث قادمة وبتمنى لكم دائما التوفيق نيجي نطبق الأمثلة على هذول الأمثلة والقوانين اللي أخذناهم هذولا حفظ صدقني رح يجع عليهم سؤال بالامتحان زي ما أنا شايفك نيجي نأخذ هاي الأمثلة اللي قدامنا هون مباشرة ابني يجي على أول مثال أول مثال بقول لك هاو ماني أتمز هاو ماني أتمز آر إن صفر فاصلة خمسة خمسة واحدة كرام أوف بوتاسيوم لاحظ بما أنها بوتاسيوم وذرة وحدة كلي هاو ماني أتم على أي قانون قانون رقم أربعة أي قانون رقم أربعة هذا هو هذا سميته قانون رقم أربعة هذا قانون رقم خمسة وهذا قانون رقم ستة إذن بما أنه طلب مني بالسؤال قل لك ها خلينا هيك عشان خليهم مع بعضهم البعض وتكونوا سوا قل لك هاو ماني أتمز يعني بدوا عدد الأتمز بما أنه طلب الأتمز باجعل قانون ها نمبر أف أتمز بساوي عدد المولات ضرب عدد أفو قادرو عدد أفو قادرو معاي ما تحكلش همه أما عدد المولات أنا اللي بدي أروح أطلعه بالامتحان من خلال معاي الماس هايها والملكة الرويت معاي وحتى لو مش معاي من خلال الجدول الدوري هاي هي البوتاسيوم كدامي هاي عنده الملكة الرويت إلو تسعة وثلاثين واحد فباجي بقول على القانون شو بقول للقانون نمبر أف أتمز بساوي عدد المولات ضرب عدد أفو قادرو الآن عدد المولات عندي مجهول من وين بجيبه عدد المولات من خلال الهرم طلب عدد المولات عدد المولات معناته ماس تقسيم المولوكيل الرويت والماس هايها فاصلة صفر خمسة خمسة واحد تقسيم الكتلة المولية بكون طلعت عدد المولات وبروح بضربهم في عدد أفو قادرو تمام وأفضل وأفضل وبنبهك دائما بالأسس حط الأقواس بالآل الحاسبة يعني مش ضربة صفر فاصلة صفر واحد أربع صفر ضرب افتح قوس ستة فاصلة صفر اثنين اثنين ضرب عشر قوة ثلاثة وعشرين دائما استخدم الأقواس لما يكون في عندك أسس زي هيك وهذا طلع معاي الجواب مثال آخر نفس الشيء how many atoms لاحظ لما يقول لك atoms معناته ذرة وحدة ما بيكون عندك أكثر من ذرة ونفس المثال هذا بده عدد الذرات number of atoms بساوي عدد المولات ضرب عدد أفو قادرو عدد المولات من وين حسبته اللي هو الماس على المولر ماس ستة واربعين على اثناش طلعت المولات في ضرب عدد أفو قادرو عملية بسيطة جدا وهذه علامتين أو علامتين ونص حرام ضيّر حم والله حرام ابني جعل لي بعده how many molecules لاحظ اختلف how many molecules يعني بده جزيئات لاحظ لما كان أتم كانت ذرة لما كانت موليكيول أكثر من ذرة لاحظ وان ستة هايدروجين واثنين كربون ثمان ذرات إن صفر فاصل ثلاثة ثلاثة أربعة غرام من هذا المركب شو باجي بعمل هذا على القانون رقم خمسة أي يا معاذ قانون رقم خمسة اللي هو هذا number of molecules لأنه طالب وشو بالسؤال طالب منك تحسب الموليكيولز ومنه طالب تحسب الموليكيولز باجي بطبق على القانون هذا how many molecules معناته number of molecules بساوي عدد المولات ضرب عدد أفو قادرو وبالتالي عدد المولات من وين بطلعه زي ما علمتكم باجي بقول المول بساوي الماس تقسيم المولر ماس وبطلح هنا عدد المولات مباشرة بعدين number of molecules بساوي الان اللي هن المولات اللي طلعتهم من هون ضرب عدد أفو قادرو ومعطى بالامتحان وكل ذر ما بتحل عليه رح تحفظه بتكون انت هون حسب الموليكيول بتركو لكم هاد بتتدربوا عليه لأنه نفس فكرة اللي فوق ابني يجي على اللي بعده لاحظ هون قاعد بقول لك how many oxygen atoms in موليكيول ها عم بطلب ذرة واحدة في مركب كامل how many oxygen atoms in point zero عفوا zero point two five مول of c a n o three by two قاعد بطلب منك تحسب عدد ذرات الأكسجين في المركب كامل طبعا شو القانون تبعه number of atom in molecules اللي هو القانون السابس number of atom in molecules بساوي عدد المولات ضرب عدد أفو قادرو ضرب عدد ذرات العنصر المطلوب وهو الأكسجين اللي هم ستة كيف عرفتوا انهم ستة هلا بقول لك فباجي من مين بطلع عدد المولات هون الله يكثر خيره ربي حاسب اللي المولات ومريحني الله يريح باله لو ما المولات مش موجودة هي عبارة عن الماس على المولار ماس فبكون هون حسبت عدد المولات ضرب عدد أفو قادرو وأفضل دائما تحط أقواس ضرب هو طلب لمين للأكسجين طيب أستاذ معاذ أو معاذ من وين جبت الستة هاي فاجي لك لهون قبل شوي علمتك إياها هذا الرقم اللي بره هو عبارة عن مضروب القوس كامل فالاثنين ضرب الثلاث كأنه عندي ست أكسجينات هذا القوس كامل مضروب باثنين فعندي اثنين نايتروجين وست أكسجين ثلاثة في اثنين ست أكسجينات فحسبت عدد ذرات الأكسجين طلعوا ستة باجي بحطهم هون مباشرة وبذرب الرقم كل ياته اللي عندي تمام هذا نفس المثال ورح أترك لكم إياه تتدربوا عليه وهو سهل بقول لك أحسب عدد ذرات الهايدروجين ها هيدروجين أتم إن موليكيول فهون عندي ثمن ذرات للهايدروجين وعدد أفوغادروا معاي وطلع عدد المولات بقسمة الماس على المولار ماس الآن بنيجي لفكرة سؤال جديد وهو مختلف وهو دائما بيجي عليه سؤال وجابوه على الامتحان المد السابق بقول لك هذا المركب C4 H4 S2 How many sulfur atoms in 25 molecule لاحظ معاي هون الفكرة بكل السؤال فقط بدك تضرب عدد ذرات السلفر اللي هي اثنين ضرب 25 بيجي واحد بقول لي طيب ليش ما أضرب 25 في اثنين في عدد أفوغادروا غلط هذا قايل لك الموليكيول 25 موليكيول يعني كأنه هو ذار بالمولات بعدد أفوغادروا ومخلص كأنه هاي شايفين هاي number of molecules كأنه هاي كليات تم جهز لك إياها فهاي عبارة عن كلياتها جاهزة كاملة فباجي بقول بما أنه هون قايل لي how many سلفر أتم in 25 موليكيولز مختلف عن اللي فوق فما أنه عندي 25 جزي ومعندي ذرتين السلفر 2 في 25 بطلع معاي 50 بتواحد وقلي طب ليش ما ذربت بعدد أفوغادروا هل عندي مولات هل أعطاني ماس على مولر ماس زي اللي فوق طيب هل هو قايل لك روح حسب لي ها هو مجهز لك الموليكيولز خلص قايل لك عندي 25 موليكيولز بمسك هذا الموليكيولز وبضرب بعدد الذرات المطلوبة معاي مباشرة نفس الشي اللي تحت يعني كل الفكرة شايفين قانون خمسة رقم خمسة اللي هو هذا قانون رقم خمسة هذا جاهز خلص أنا جاهز ما أخضم خلص جاهز وعلي أروح بس بذرب بعدد ذرات العنصر المطلوب بس للفكرة السؤال هاي طب لو قل لي هاو ماني أكسجين أتم إن 30 موليكيولز معاي 30 موليكيولز وكم ذرة أكسجين عندي ثنتين اثنين في ثلاثين ستين طب معقول في سؤال أجى هيك بالامتحان نعم هذا السؤال أجى في إحدى السنوات السابقة وخليني أدور لكم عليه كذا إنه موجود قدامي وأعطيكم إياه فرجيكم كيف فكرته كانت بالامتحان بس بس ندور على الورقة هي كانت موجودة قدامي وهي هذه الورقة لاحظ هذا السؤال نفسه هاي قاعد بقول لك طبعا هو كان معطيك المعادلة بس أنا زبط لك إياها زي ما أنا حط على الورقة بشكل صحيح هاي هون عدد الأكسجينات أو اثنين هاي هم بين الاثنين بس سم بكتبها طريقة الكمبيوتر هاي هون فعندي ذرتين أكسجين ضرب ثلاثين موليكيول ولاحظ هاي الإجابة الصحيحة ستين زي ما قلت لكم وهذا نفس اللي فوق هاي عدد ذرات السلفر هيا هاي المسألة عندي السلفر كم ذرات واثنين وكم موليكيول عندي خمس وعشرين موليكيول خمس وعشرين في اثنين هاي الجواب الإجابة النموذجية خمسين فهذه يبدي تنتبع عليها بالامتحان لما يقول لك عندي خمس وعشرين موليكيول خلص فهو مجهز لك بس روح اضربهم بعدد ذرات العنصر المطلوب معنا مباشرة تمام لهون وانا متأكد رح ترجع تسألوني عنها بعد البث مفهمناهاش ما بدى هذه الفكرة الصعوبة بس عدد الموليكيول جاهز بس روح اضرب بعدد ذرات العنصر المطلوب ابني اجي على هذا السؤال هذا السؤال يعني انا حبيت اطوله شوي ادمج فيه افكار اللي همه الهرمين مع بعض اللي همه الهرمين هذول مع بعض عم بدمج افكارهم هذا الهرم مع هذا الهرم عشان اطلع منه كل النواتج شوف شو معاي قيل لك هون معطيك الدنسيتي للمي واحد غرام لكل مل معطيك الدنسيتي هاو مني ووتر مولوكيولز ان 2.56 ميل اف ووتر علما بانه المولوكيولر ويت 18 لاحظ بما انه معاي الدنسيتي معاي الدنسيتي ومعاي الفوليوم مين بحسب بحسب الماس من وين الماس بتساوي الدنسيتي برب الفوليوم وهاي اول خطوة مباشرة عندي طلعت الدنسيتي من وين اول شغلة بدنا نحسب الماس طب كير شو عرفك ومعطيني الدنسيتي والفوليوم بكون حسبت الماس طيب انا حسبت الماس شو معاي معطى ثاني معاي المولوكي الارويت بما انه حسبت الماس وطلعتها ومعاي المولوكي الارويت مين بطلع المولات فالمول بساوي الماس اللي طلعتها من هون من هون على المولوكي الارويت بكون حسبت المولات ومع انه حسب مني المولوكي بكتقول لي ازم شو هالعجقة اللي قاعد تعجقنا اياها لا مش عجقة انا ربطت سؤالين مع بعض واحتمال لو اجا تكون فاهم فكرة انه هذولة الاثنين بستفيد منهم كان معاي دنسيتي وفوليوم رحط طلعت الماس بما اني حسبت الماس هي الدنسيتي ولمولكي اللي رويت معاي بروح بطلع عدد المولات واللي بتساوي الماس على المولر ماس بكون حسبة عدد المولات وفيما اني طلعت عدد المولات وطلب مني how many molecules على القانون رقم 5 اللي هو هذا بتساوي عدد المولات ضرب عدد أفوكادرو وهي هاي عدد المولات وهاي عدد أفوكادرو تمام لهون تمام ابني ايجي لآخر فكرة سؤال معاي او بظل كمان فكرتين وننتقل علي بعده شوف شوف فكرة هذا السؤال بقول لك what is the mass of 22 molecules لاحظ معطيك الموليكولز 22 للمركب هذا وهاي الكتلة المولية طيب كلياتنا بنعرف قانون النمبر of molecules شو هوا بقول لك قانون النمبر of molecules نمبر نمبر of molecules شو بيساوي عدد المولات ضرب عدد افو قادره طيب ما هذا دائما معاي وحافظه دائما معاي وحافظه معنا وهاي مجهول هاي الان مجهول بس شو معطيني هو بالسؤال فوق معطيني عدد الموليكولز قديش 22 حلو لهون تمام فبما انه معطيني عدد الموليكول ومعاي عدد افو قادره بالرياضيات الان بتساوي 22 على استخدم الاقواس 6.2 في 10 قوة 23 سكر القوس تروح بتطلع الناتج مباشرة بالرياضيات هاي طلعت هون هاي طلعت ان اللي هي عدد المولات هل قده طب هو شو طلب مني الماس بما انه طلب مني الماس على الهرم ومعاي الموليكولر ويت بده الماس عدد المولات اللي حسبته ضرب الموليكولر ويت 60 يمكن تشوفوني شوي بالبث يعني مبين علي اني سريع بس انا مش سريع بشرح لكم بشكل انه مبسط اوصل لك الفكرة بشكل اسرع وافضل منه اقعد اكتب بورقة وقلم واضيع وقت هاي قدامك وانت بتتبع معاي ان شاء الله واتمنى لكم دايما التغفيق وان شاء الله رجيبوا كل هاتكم علامات عالية ونفتخر فيكم فالماس بتساوي المول اللي طلعته هون ضرب الموليكولر ويت ففيه قانون سهل احل بخطوة وحدة كمان ا شو هو اللي هو الماس افكرة نمبر اف موليكول تقسيم عدد افو قادرو اللي كتبته قبل شوي هذا اللي هو ايو اللي هو هذا الان اللي هي بتساوي اثنين وعشرين تقسيم عدد افو قادرو اللي هو طيب شو هذا شو قصدك فيه هون يعني كاني قاعد بقول نمبر اف موليكولر ستنين وعشرين تقسيم عدد افو قادرو ضرب الموليكولر ويت طيب بيزبط معاي الحل زي الجواب هاذ ع السريع اول اشي جرب هاي بعدين تعال جرب هاي بضمن لك مية المية انه يطلع الجواب زي هاد طيب ليش ما حل منه من الاول اي مسألة اول مرة باجي عليها لازم احلها بالتفصيل وافهم عليها شوي شوي وكل واحد من وين اجت ما بدي ياكوا تخسروا ولا علامة هذا المهم عندي هذا نفس الفكرة نفس الفكرة شو الفكرة هاذا السؤال معطيني هون الماس لمركب مجهول ومعطيني عدد الموليكولز بقول لك بقول لك شو هي الموليكولر ويت اذا حسبتها بالنهاية ممكن تطلع لواحد من المركبات هذول الاربع فهذا السؤال الفكرة فيه انه نطلع عدد المولات بعدين نطلع الكتلة المولية حتى اعرف شو هو الجواب والكتلة المولية لكل عنصر طيب على اي قانون طيب مش معاي الموليكولز نفس السؤال قبل شو يحليته نفس السؤال نفس السؤال مش معاي عدد الموليكولز طيب اه معاي ومش معاي عدد الفوقدرو كمان معاي فبرح احسب مين عدد المولات عدد المولات بيساوي عدد الموليكولز على عدد الفوقدرو واستخدم الأقواس الله يرضى عليك وعليها استخدموا الأقواس حط قوس فوق قوس تحت بطلع معك عدد المولات بما انه معاي عدد المولات ومعاي الماس من خلال الهرم معاي عدد مولات ومعاي الماس بقدر أحسب الملكي لرويت اللي هي بتصفي الماس تقسيم عدد المولات فطلع معاي عدد المولات 30 فبروح بحسب لكل وحدة الكتلة المولية لها زي ما علمتكم بأول صفحة بالشرح تذكروها اللي هي أول صفحة شرحت لكم إياها قلت لكم منروح بنحسب الكتلة المولية لكل مركب قلتولي طيب كيف بنا نحسبها علمتكم إياها بالتفصيل أنه كيف أبلش فيهم وأطلع لكل عنصر شو من خلال على سبيل المثال طلع الجواب طيب كيف عرفت أن هاي 30 باجع الكربون 1 في 12 زائد 2 في 1 زائد 1 في 16 طلعت 30 بروح بجرب عليهم الأربعة واللي بطلع جوابها 30 بتكون هي الخيار فكرة سهلة أعيدوا آخر مرة معاي عدد المولوكيولز ومعاي عدد أفوكادرو بطلع عدد المولات بما أنه معاي المول ومعاي الماس بحسب المولوكيولر ويت باختار في منهم أي واحد الصح تمام هذا بترك لكم إياه السؤال جدا سهل ما فيهوش أي صعوبة هو بس بدك تحسب الفوليوم وجدا سهل حساب الفوليوم بس أشرحه شفويا معاك عدد المولوكيولز ومعاك عدد أفوكادرو بطلع عدد المولات بطلع عدد المولات وبما أنه معاي عدد المولات ومعاي المولوكيولر ويت بقدر أطلع الماس وبس أطلع الماس معاي الدنسيتي ومعاي الماس بحسب الفوليوم فكل حلي على الهرمين هذول صح أنه السؤال معجك بس صدقوني لما تحلوه برواك وبدوه رح تطلع معاكم النتيجة تمام المعادلة الموزونة يعني قليل مرة واحدة جابوا عليها بس حتى لو جابوها أكيد كلكم بتعرف توزن معادلة ففيش داعي أنه نشرحها حتى الدكاثر بجامعة قليل ما يشرحوها أو نادر ما يحكوا عنها الآن بننتقل لموضوع هذا الموضوع دايما بيجي عليه سؤال في الامتحان إذا مفهمت هذا الموضوع حون كمان أربع أسئلة لقدام ما رح تعرف تحلهم أبدا معقول آه معقول شو الفكرة هون الفكرة كيف نعمل النسبة وتناسب بين المعادلات بعضها البعض ما بين هاي الأشياء اللي موجودة عندي كيف إذا طلعت عدد مولات مثلا إيه كيف أحسب مولات س إذا معاي مولات ب كيف أطلع مولات د هذا كل ياته جدا سهل عندي ودائما بيجي عليه سؤال في الامتحان وكيف نأخذ معادلة الكيميائية ونأخذ هذا المثال ونفهموا أنا وياكم شوي شوي ورح أحلوا على ورقة عشان أظني ماشي معاكم أول بأول عشان بتقولولي مفهمناش على إيش البث التسجيل لا خلي هيك قدامكم وتفهموا بشكل أفضل عندي وهو على الشكل التالي شو قاعد بقولك عندي هاي المعادلة طبعا هذه المعادلة تعطى في الامتحان وموزونة جاهزة لا تغلب حالك فيها وبنسبة أكبر الكتلة المولية دائما تعطى في الامتحان فهو شو قل لك قاعد لك عندي 2 CH3 OH زائد 3 O2 أعطاتني 2 CO2 زائد 4 H2O هذه المعادلة الكيميائية اللي كتبتها نفس المسألة الموجودة شو معطيني معطيني الماس لهاي 209 قرام أعطاني الماس لها وأعطاني أيضا المولوكولر ويت لها اللي هي عبارة عن 32 غرام لكل مول طلب مني أحسب الماس للمي بده أحسب الماس لمن للمي اللي هي هاي الماس لها مجهولة X إذن الماس للماء عندي هون شو معلها مجهولة هيك المسألة وعلما بأن الكتلة المولية للماء 18 غرام لكل مول إذن اكتملت عندي المسألة لاحظ شلون بحلها لازم أعمل نسبة وتناسب ما بين هاي وهي ليش لأنه أعطاني الماس لهاي والمولر ماس لهاي وأقلك أعمل نسبة وتناسب مع الماء قبل ما أعمل نسبة وتناسب لازم أروح أحسب مولات الميثانول اللي هو كيف بدي أطلع مولاته لأنه النسبة والتناسب ما بتزبط إلا بوجود المولات ما بتزبط إلا بوجود المولات كيف عندي هاي هاي هون 209 تمام هذه الماس المعطاف الامتحان هذه عبارة عن الماس ورمزها M فباجي بروح بالبداية بحسب المولات لهذا N بتساوي 209 على 32 تمام 209 على 32 بالجواب نطلحها 6 و 3 5 3 مول هذا عدد مولات لل CH3 OH تمام هذا عدد المولات لل CH3 OH كيف طلعته يا معاذ قسمت الماس على المولر ماس والله عفية وبعدها طيب باجي بعمل نسبة وتناسب ما بين هاي مع هاي طب ليش لأنه اللي طالبها طب كيف سوي نسبة وتناسب تعال كم معامل قدام الميثانول كم المعامل معاملها 2 بتقول 2 تمام هذه المعامل تبعيت معاك وخلينا نقول 2 مول من الـ CH3 اللي قدام بروح بطلع الماس لهاي مين اطلعها ما هي ما اعطينيها بالسؤال في دا اطلعها لا بطلع مين لعاد المولات شو بعمل بقسم الماس على المولر ماس بطلع عدد المولات للسي اتش 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 حلو باجي بعمل نسبة وتناسب ما بين هاي محاي المي لان هو لي طالبها بقول كل اثنين معامل او كل اثنين مول من الميثانول اعطاني 6.53 مول طيب الاربعة الاربعة قديش بعطوني مجهول بروح بذرب ضرب تخابطي اللي هو التبادلي بقول ماشي طبعا هاي المولات لمن هاي المجهولة بدنا نعرف انها مولات اللي نبال احمر عشان تميزوا بيها مولات الاشتو او اللي هي المي فبقول اكس اللي هي مول الاشتو او شو بتساوي بتساوي عندي الاربعة ضرب كديش الستة فاصلة خمسة ثلاث على اثنين ضرب تبادلي هاي ضرب هاي قسمة هاي فعالآلة الحاسبة بحسبها وانها طالع معاي 13.06 مول هل خلص السؤال؟ لا هاي المول؟ لا الاشتو او هل خلص السؤال؟ لا ليش؟ لانه طلب احسب الماس طيب شو هو قانون الماس على الهرم؟ الماس بيساوي عدد مولات المي ضرب الكتلة المولية للمي عدد مولات المي 13.06 ضرب الكتلة المولية للمي 18 وبيطلع معاي الجواب بالنهاية 235 اغرام تمام؟ نعيد ولا مفهوم؟ اجي اعيد هذا المثال على الورق اجي اعيده على الورق لاحظوا معاي كيف على الورق تفرج هذا المثال من جديد اعطاني 209 جرام لهاي واعطاني المولوكيلر ويت الها وقل لك روح حسب لي الماس للمي طبعا هو مش حاطلك المولوكيلر ويت للمي بس خلص انا علمتك كيف تحفظها كيف تحسبها اثنين ضرب واحد زائد واحد في 16 نحسب مولات الـ CH3OH بقسمة الماس على المولر ماس ماشي صار عندي هذا معلوم يعني خلص حسب من خلال النسبة والتناسب ما بين المعامل اللي هون مع المعامل اللي هون بقول كل اثنين مول من الـ CH3OH كدش اعطاني اعطاني 6.53 مول طيب 4 مول من الـ CH2OH هون كدش بعطيني بكون حسبت المولات للمي وكون طلعناهم هذه المولات الخطوة الاخيرة للماس تساوي عدد المولات ضرب المولوكيلر ويت للمي 18 بكون حسبتها طيب استاذ الله يطول عمرك قوله امين امين في طريقة اسهل من هيك اه بس بخاف بالامتحان تنعجك فيها وبعرفكم خلقهم يعني معجوقين فرح تجيبوا العيد وهي هاي اللي بالمربع شو قصدك هاي الفكرة اللي بالمربع طيب بمعنها خطوتين وبتريحني بالامتحان خلينا اشتغل عليها بس ما بضمن انك تخرب ما بضمن انك ما تخربط فيها فانا حريص انك تشتغل زي هيك عشان ما تضيع عليك علامة طيب شو هي هاي الفكرة اعطيك يا حب قاعد بقولك الماس للمجهول مين هو الماس للمجهول كان بالسؤال الماس للمي يعني كأنك قاعد بتقول الماس للأشتو او اه شو بساوي المول للمعطة مين اللي طلعت له المولات قبل شوي اللي هو الميثانول هيو كلمة مول المعطة اللي هي مولات الميثانول 6.53 من فوق طلعتها ضرب معامل المطلوب مين هو معامل المطلوب هذا هو الاربعة على معامل المعلوم مين اللي معرف معاي المعامل تبعه اللي هو الاثنين ضرب الكتلة المولية للمطلوب اللي هو المي 18 يعني شايفين الطبخة هاي اللي هون طبخة هاي هاي كلياتها مختصرها هون فاللي بتشوف حالك بالبيت بس تحل بالطريقة المفصلة تعال جرب على الطريقة هاي وانا بضمن لك صدقوني انك تحلوها 100% وتطلع معكم صح بس ما بدي اياك انك تخاطر فيها من البداية انا ما بدي اياك تخسر علامتين لاني بهمني كل علامة لك بالامتحان تمام لهون منيجي نأخذ كمان مثال ورح اعيد الفكرة هاي بالمثال اللي بعده وهذا هو عبارة عن مثال لأسئلة سنوات سابقة مثال لأسئلة سنوات سابقة بقول لك The mass of N2 9.27 والملكي اللي رويت إله 28 روح احسب لي الماس للماغنيسيوم هاي علما بأن الكتل الماغنيسيوم إلى 24.3 غرام لكل مول طيب شلون بدي احسبها باجي قلي قبل شوي انو الانتو معاي إله الماس والمولر ماس معناته بدي اعمل النسبة والتناسب بين الانتو والماغنيسيوم طب ليش هاي لا ما طلب مني بالامتحان حدا ما بطلب ليش اشي منه اروح ابلش فيه لا خيوه ربي الله يوفقك خليك عجنب برك وكشفاي تشرك ما بدي اياك باجي بعمل بابين هاي وهاي طب ليش هاي خصنص انو معطيني الها الماس فبقول الماس معاي والمولر ماس بروح بطلع المولات فالمولات اللي عندي هون حسبناهم بالطريقة هاي من خلال يا صديقي المول بتساوي الماس على المولر ماس طبعا هاي لمن للانتو اللي هي خلينا نكتبها بطريقة الان كابتل افضل هيك وتساوي تسعة فاصلة اثنينة كتبنا الاثنينة هنا ان شاء الله اثنينة سبعة على كديش الثمانية وعشرين اللي هي اياها تسعة فاصلة اثنين سبعة الثمانية وعشرين بحسبها وانها طالع معاي بوينت ثلاثة ثلاثة واحد مول هاي مولات مين مولات الانتو بروح بعمل نسبة تناسبة كم معامل الانتو قدامه واحد كل واحد كل كل واحد مول من الانتو اعطاني بوينت زيرو ثلاثة ثلاثة واحد مول كم معامل الماغنيسيوم ثلاثة طيب ثلاثة من المول من الماغنيسيوم كم مول فيها اكس فالاكس اللي هي مولات الماغنيسيوم شو بتساوي بتساوي ضرب تبادلي ثلاثة ضرب فاصلة أفضل صفر ثلاثة ثلاثة واحد على واحد قرب تبادل قسم الرياضيات طلع معاي الجواب مباشرة اللي هو على الآل الحاسبة باجي ثلاثة ضرب صفر فاصلة ثلاثة ثلاثة واحد يساوي طلع معاي الجواب صفر تسعة تسعة ثلاثة تمام هاي مولات مين الماغنيسيوم هاي مولات الماغنيسيوم طب هو طلب مني مين الماس للماغنيسيوم بتساوي عدد المولات في المولكي دارويت اللي هي البوينت تسعة تسعة ثلاث ضرب المجهول ثلاثة على معامل المعلوم واحد ضرب المولكي لرويت للماغنيسيوم اللي هي 24 و 3 هاي طريقة الجدول اللي هون بتحت ما عجبتك اشتغل على اللي علمتك هذا السؤال تمام فقط اذا كان بحسب بالطريقة هاي وبشتغل عليه اذا كان معطيني بس كتلة وحدة في الرياكتنت بالمتفاعلات اذا كان عندي كتلتين هاي تسمى الليمتين رياكتنت وهاي اللي راح اشرحها الان وهذا الدرس عليه سؤال 2 ل3 من سؤالين ل3 اذا مفهمته ما راح تحل قدام شو فكرة الليمتين رياكتنت الليمتين رياكتنت وهي التجربة موجودة في كيميا 107 اللاب راح تاخذوها لسبوع الجاي هذا موضوع مهم جدا ودائما بيجي عليه بالامتحان من سؤالين ل3 هذا مشبوك بالاكسس مشبوك بالبرسنتج اولا عندنا في بداية التفاعل هناك مواد دائما تستهلك في اشي بخلص واشي بظله فائض اللي بنتهي من سميه الليمتينج واللي بظله زايد هو الاكسس كيف فكرته راح اشرحه شفويا بعدين بالحل بالبداية بكون معطيك كتلتين لمواد متفاعلة بالبداية بنروح بنحسب المولات لكل وحدة من خلال قسمة المولات على المولر ماس للأولى هاي وللأولى هون بكون طلعت المولات لهاي والمولات لهاي بعدين بقسم المولات على المعاملات اللي قدامهم اقل ناتج قسمة يمكن الان انت مش فاهم شو بحكي بس لما اجع المثال اللي بعد راح تفهم اقل ناتج قسمة هو والاكثر بسميه الاكسس والنقطة الاهم رقم اربعة كمان شوي راح تفهمها لازم ارجع اوخذ المول الاصلي اي قبل القسمة على المعامل في معلومة هون بقولك اذا شفت في السؤال كتلتين بالمواد المتفاعلة كلمة مواد متفاعلة يعني هون اللي قبل السهم مش بعده هاي ناتجة بكون السؤال limiting reactant اما اذا كانت الكتلة واحدة بكون نسبة وتناسب طب ممكن يكون عندي كتلة وحدة وانحل على limiting reactant هذا منيجي عليك كمان شوي وفهمكم اياه خطوة خطوة هذه الورقة راح اخليها قدامي عشان اشرح لكم المثال الجاي ورح اشرحه ورقيا اتفرج مايهون هذا هو المثال كيف بعرف انه السؤال limiting reactant كيف بعرف انه السؤال limiting reactant بالبداية بالبداية هاي المعادلة الكيميائية الموزونة معطاة في الامتحان معطاة اكيدة اكيدة موزونة اي والله موزونة برافو معطيني عشر غرام لهذا معناته هاي الماس الاولى ومعطيني عشر غرام لهذا معناته عندي ماسين فهذا السؤال limiting reactant شلون عرفت لما يكون معاي كتلتين في المواد المتفاعلة هذا السؤال هو عبارة عن limiting reactant طيب شو طلب منك طلب منك ما هي الماس للCO2 بيجي واحد بقول لي طيب وقف شوي علمتنا قبل شوي نطلع مولات لواحد ونعمل نسبة وتناسب مع المجهول صح قوله صح صح طيب الآن أيال بدي أعمل معاه نسبة وتناسب هاذ مع الهاذ ولا هاذ مع هاذ هنا فكرة السؤال لذلك هنا منسمي limiting reactant طيب كيف أحله بالبداية أول خطوة بروح نحسب المولات للمواد المتفاعلة كيف بدي أحسب المولات باج لهون هاي المعادلة الكيميائية عندي إياها زائد 5 أو 2 أعطتني 4 سي أو 2 معطيني هنا إنه هاي الماس 10 غرام والمولكيولر ويت إلها 26 غرام لكل مول هاي للأولى الثانية معطيني إلها الماس بتساوي 10 غرام و الملكيولر ويت قداش معطيني إياها هنا معطيني إياها عبارة عن 32 و 30 من المجهولة هاي مجهول الماس مش عارفة لكن الملكيولر ويت إلها 44 غرام لكل مول هيك السؤال بلش لاحظ كيف السؤال بلش هيك أعطاني الماس لهاي والملكي لرويت أعطاني الماس لهاي والملكي لرويت طيب شو أعمل أول خطوة يا صديقي نحسب المولات للمواد المتفاعلة يعني أروح أحسب المول لهاي والمول لهاي يس عسرية طيب مش فاهم رح تفهم بس امشي خطوة خطوة مشي معاي خطوة خطوة الله يوفكك نحسب المولات للمواد المتفاعلة من خلال الماس على المولر ماس بحسب لهاي بالبداية بقول المول لل C2 H2 بساوي العشرة على الستة وعشرين و عندي المول لا ال O2 كمان شوي باجي له باجي على الآل الحاسبة بقول عشرة تقسيم ستة وعشرين كم رقم أخذ تقريبا بتأخذ يعني لو إنك تشتغل على الآل الحاسبة خلنا نقول تأخذ أربع أرقام يعني مقبول ويساوي كم رقم أخذ صفر فاصلة ثلاثة ثمانية أربعة ستة هاي مولات الأولاني طيب الثاني شو بيساوي عشرة تماما تقسيم كم رقم أخذ بيجي واحد بقول لي أيوة قبل شوي قلت لي أقل ناتج هو وقف عندي وقف عندي طب ليش ده وقف عندك لا تغلط شو قلت لك الخطوة الأولى نحسب المولات للمواد المتفاعلة طيب أنا هين حسبتها لكن تعال على الخطوة الثانية نقسم المولات على المعاملات هاي المولات اللي طلعتها هون نقسمها على المعاملات نقسمها على المعاملات أقل ناتج قسمه هو وقف عندي وقف عندي وأعلى ناتج قسمه هو طيب كيف شوف معي كيف باجي بقول المول لل C2 H2 قديش طلعته فوق هالقد 0 3 8 4 6 تقسيم كم معامله هاي هون قديش معامله من وين جبتها هاي من المعادلة الموزونة بالامتحان نقسم المولات على المعاملات هاي على 2 وبطلحها على الأعلى الحاسبة زي ما أنا حاسبها اللي هي 0 1 9 واشو الرقم البعدي 2 تمام باجي على الثانية اللي هي لمين لا الأكسجين باجي على الأكسجين المول للأكسجين شو بتساوي هذا الجواب بوينت 3 1 2 5 تقسيم 5 واشا بقولي طب من مين جبت الخمسة يعني ما معناش خمسة لا يا عزيزي هاي هاي الخمسة نقسم المولات على المعاملات على خمسة طلع معاي الجواب صفر فاصلة صفر 6 2 5 باجي بقارن الجوابين مين الأقل بقارن منزلة منزلة صفر صفر فاصلة فاصلة صفر واحد مين الأقل الصفر أقل من الواحد العدد الأقل يسمى limiting reactor اختصارها ال dot r limiting reactant والأعلى هذا يسمى ال excess الفائض يسمى الفائض طيب طلعت limiting reactant شو استفدت اللي بكون هو limiting reactant هو اللي بروح بعمل معه نسبه وتناسب بينه وبين المجهول طيب ممكن تعيد من البداية ولا يهمكو طبعا هذا طلب التعليقات المخفية المش موجودة اليوم عيد من البداية يولا لعيد لعيونك ابشروا جميعا قاعد أقول لك معاي هذه المعادلة الكيميائية الموزونة معطيني المال المال ومعطيني المال وقاعد بقولك روح أحسب المال لهذه بالبداية قلت لك عندي بالليمتينج ري اكتنت لازم شو نسوي اي اول خطوة هيا هون نحسب المولات للمواد المتفاعلة كيف باجي على هاي عشرة تقسيم ستة وعشرين تساوي صفر ثلاث ثمانية اربعة هاي بقسم المولات الماس العشرة على الاثنين وثلاثين منوين جبت الاثنين وثلاثين ما هي الاوتو اثنين ضرب ستة عشر اثنين وثلاثين قبل الغلطة رح تقع بكرة فيها بالامتحان بيجي بقول لك ايوه قسمت ايوه بالضبط هذا اقل من هذا هذا اللي متينج وهذا اكسس روح روح مش بالشيخ خليل المرة هاي عباصات العربة وحكاية على عمان ظلك رايح لا انت طبقت اول خطوة حسبت عدد المولات لكن بعدك ما جيت للخطوة الثانية اه معناته انا غلطت ابعلا اه كذا غلطت ليش لانه قاعد بقول لك نقسم المولات على المعاملات اي معاملات اللي قدام الموليكيولز او الاتومز اللي بتكون موجودة يعني هاذ الصفر فاصل ثلاث ثمانية اربعة على اثنين والصفر فاصل ثلاث واحد اثنين خمسة على خمسة بالضبط بالضبط ايوه اقسم على المعاملات والله بالضبط قسمت هاي هذا المعاي قسمته على اثنين وهذا اللي معاي قسمته على خمسة فبكون هذا الليمتينج ري اكتنت وهذا الاكسس الآن برجع السؤال زي كأنه نسبه تناسب بأول مثال اعطيتكم اياه ذكروا لما قلت لك اذا ماس وحده خلاص روح كمل السؤال بالضبط لكن الشيء المهم بما اني عرفت انه الاكسجين بما انه عرفنا انه الاكسجين هي الليمتينج ري اكتنت فبعمل ما بين الاكسجين والمجهول مين هو عندي المجهول طالبه اللي هو السي او تو بعمل نسبة وتناسب بعمل نسبة وتناسب كيف سهلة جدا كم معاملات الاكسجين خمسة بتقول خمسة مول من الاوتو اعطوني شوف بالامتحان الغلطة رح تقع فيها الكارثية كلكم رح تحطوا الرقم هات لكن هلو هاي خوضها والذكرة خليت رنب باذنك لما قل لك اياها اهم شيء نرجع للمول الاصلي اي قبل القسم على المعاملات يعني قصدك هاذ بالزبط طب ليش هاذ هذا بس عشان اعرف مين الليميتنج ومين الاكسس عشان اعرف اعمل نسبة وتناسب هاي ولا هاي اضطريت اقسم على المعاملات اللي بحط هاذ رح يغلط ثلاث اسئلة لقدام رح يخسر من غير شر ست علامات او سبع علامات ونص شير يقول لي انا رح لعلامات والله حليت صح ومتأكد من اجوبتي ومتأكد من خطواتي واشتغلت وحسبت وقمت وسويت ودبكت ورقصت وغنيت طب انت اتأكدت شو عملت اعرفت شو الخطوات اللي مشيت فيها طيب حل قدامي بيجي بحل او بتحل قدامي وانه عاملين اشي ثاني وانا قايل لك هلو انتبه او انتبهي نرجع ها نرجع للمول الاصلي اي قبل القسم على المعاملات اي يعني منرجع لهذا فشو بتقول لي هون يعني كل خمسة مول من الاكسجين قصدك بعطيني صفر تمام ثلاثة واحد اثنينة خمسة مية المية طيب وين راح هذا هذا شو بتستفيد منه هذا بس بدي عرف انه هذا قل لي انه هذا بس هيك بس طيب مع مين دعمل نسبة التناسب مع السي او تو كل اربعة مول من السي او تو قديش فيها مول من السي او تو اللي هي اكس ضرب تبادلي باجي شو بعمل بضرب الاربعة في هاي اربعة ضرب هاي تقسيم خمسة فباجي بقول خلنا اكتبه هون المول للسي او تو بساوي شو بساوي يا صديقي خمسة خلينا اتبين اكثر هيك اربعة ضرب صفر ثلاثة واحد اثنين خمسة تقسيم خمسة ضرب تبادلي الرياضيات هاي ضرب هاي تقسيم هاي فبقول انا هون طلعت بالجواب هاي خذ المول الاصلي قبل القسمة على المعاملات بدك تنتبع عليها فبقول حسبت مولات السي او تو اربعة ضرب هاي على خمسة والخطوة الاخيرة رح تزهقوها قد ما تتكرر معاكم وهي انك تحسب الماس للسي او تو بتساوي المولات اللي طلعتهم هون ضرب المولوكيلر ويت فبتكون طلعت السؤال طبعا هذا نفس المربع بس انا ما بدي اكد خربطوا فيه فهذه هي فكرة الليمتينج ري اكتنج والله سهل ولو تدرسوه يعني ببساطة تعرفوا انه قدش سهل طيب شوف فائدة الاكسس والليمتينج بس بدي اعرف مين من خلالهم بعمل نسبة وتناسب مع المجهول طيب اوخذ هذا بالنسبة وتناسب ولا هذا نرجع الى المول الاصلي هاي اخر مرة بالبداية نحسب المولات للمواد المتفاعلة نقسم المولات على المعاملات مش من اول مرة خلاص تقول لي هذا الليمتينج وهذا اكسس غلط انتبع عليها ثانيا نقسم المولات على المعاملات المول على المعامل والمول على المعامل اقل ناتج قسمه هو الليمتينج والاكثر هو الاكسس لما اجي اعمل نسبة وتناسب لازم ارجع للمول الاصلي هاي بتحط عندها لما تيجي تدرس اولا الالوان قوز و قزح وكل الالوان بدك اياها اكتب مهمة جدا لانه قل لي اذا ابو اخذ الماس اللي طلع المول الاكسس اللي طلعته هون الليمتينج اللي هون حيطلع معاك ثلاث اسئلة رح تخسرهم بالمثال هذا والاكتش وال ييلد اللي هو البرسنتج ييلد وبالاكسس تمام تمام نيجي نأخذ كمان مثال وهذا المثال خلينا نعتبره شفويا نحلو هون نحلو شفويا شوفو هون بس نحلو شفويا في جداعي نكتبه لانكو عرفت الفكرة بقول لك عندي ثلاثة اجتو زائد انتو اعطاني اثنين ان اجتش ثري روح احسبلي الماس للان اجتش ثري علما شو ما اعطيني ما اعطيني في البداية انه الماس لا الان اجتش ثري هذه المجهولة ايش اعطاني اعطاني ثمانية جرام للأجتو والملكة الارويت الها اثنين واعطاني الماس للانتو ثمانية جرام وهاي الملكة الارويت باجي بطبق فيهم اول وحدة نحسب المولات اللي عندي بقسمة الماس على المولر ماس ثمانية على اثنين بكون حسبة مولات الاجتو و ثمانية على ثمانية وعشرين بكون حسبة المولات ل الانتو بيجي واحد مباشرة بدون ما يتطلع بقول لي هاي الليمتينج و هاي الاكسس غلط ليش غلط روح اتأكد بالأول اقسم المولات على المعاملات الاجتو كم مول معاي اربعة كم معاملها ثلاث اربعة بقسمها على الثلاث طلعت معاي هذا الجواب باجي على الانتو كم مولاته هالقدة كم معامله صدفة انه هنا واحد طلع معاي هالقدة الجواب فمين بحسب هاي الليمتينج و هاي الاكسس لاحظ صدفة صدفة انه هذا الرقم زي هذا ليش لانه قسمت على واحد لو قسمت على اثنين او على ثلاث مستحيل اطلع الرقم زي هذا ليش هذا زي هذا حرفيا اذا كمان شو تيجي تقول لي هيك اخذت هذا زي هون لا يا صديقي انتبهي علي انت ويا وياها لاحظ هون بالمثال اللي قبله ما اخذت هاي بالنسبة والتناسب ما اخذت هاي خذت المول الاصلي بس هون صدفة لانه قسمنا على واحد واي شيء بقسم على واحد بعطين نفس العدد الصدفة انه المعامل واحد طيب معناته قد اجي اعمل نسبة وتناسب ما بين الانتو والان اتش ثري صح كم معامل الانتو واحد كل واحد مول من الانتو اعطاني المول الاصلي اي ما قبل القسمة على المعامل هل قد طيب اثنين مول من الانتش ثري قديش بعطيني باجي بضرب هاي ضرب هاي تقسيم واحد بكون حسبت المولات للانتش ثري واخر خطوة دائما عدد المولات ضرب الكتلة المولية فبطلع عندنا الماس المطلوبة معنا وهذا دائما بقول لك خذ المول الاصلي اي قبل القسم على المعامل قبل القسم على مين على المعامل هذا بترك لكم اياه سؤال سنوات هذا اتدربوا عليه بيظل علينا مثالين ثلاثة ثلاثة امثلة لكون نهاية الشابتر صح الشابتر انتو شايفينه 24 صفحة لكن من صفحة 16 او 15 خلنا نقول 16 ل 24 كلها اسئلة سنوات سابقة للامانة الان بدنا نيجي نركز على صفحة 11 صفحة 11 سؤال هذا ممكن يجي عليه بنسبة يعني متوسطة اللي هو سؤال كيف تحسب الماس الاسس رح اشتغل قدامكم اول باول واحل قدامكم اول باول واللي ما فهم الليمتينج ري اكتنت بقدر يفهم معاي الان من البداية من البداية طبعا قبل ما ابلش بالمثال عندنا هذا هو القانون هذا هو القانون بيجيبه لك بالامتحان calculate the mass excess شو قانون الماس excess بيساوي المول remind اللي هو المتبقي ضرب الكتلة المولية لل excess ما فهم ناش انا عارض انك ما رح تفهم هلا لكن لما اشرح كمان شوي رح تحله طيب المول من وين بجيبه المول المول اللي رويت لل excess سهله هاي من وين بجيبه بجيبه من قانون رقم واحد اللي هو المول ما اشرحه على الورق وشوي شوي رح امشي لك فيه ابني جي انحل السؤال سناخذ بريك دقيقة انكمل انكمل معانا الشرح قاعد بقول لك هون ناحظ معاي قدام هون معطيني هاي المعادلة 6 NA زائد FE2O3 اعطاني 3 NA2O زائد 2 FE بقول لك روح احسب للماس لل FE calculate ل الماس of FE كيف بحسبها نفس الفكرة معاي mass له و molecular rate و mass له و molecular rate فلما يكون معاي mass و molecular rate و mass و molecular rate بحسب المولات له وبحسب المولات له تمام بالبداية هذا معروف انه سؤال limiting reactant كيف عرفت عندي كتلتين نحسب المولات كيف نحسب المولات هاي المولات قدامك باجي للصوديوم 123 هل قد الجواب والالثانية عندك هنا قبل خلنغطي المية 159 لا تغلط بالامتحان وتقول هاي limiting وهاي access اوعك 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 لا تقول خلص والله هذا الرقم اقل من هذا انتبه ثم نقسم على المعاملات هاي المولات بقسمها معاملات ها 6 وباجي على الرقم هذا بقسم مع معامله وهو معامل الموجود عندي وهو واحد فصدفة هذي قلنا الواحد بس لانها هيك المعادلة بتتزن فطلع معاي هذا limiting reactant وهذا access هذا limiting reactant وهذا هو access وقلنا قبل شوي اللي هو limiting reactant بروح بعمل نسبة وتناسب مع المجهول فمين المجهول عندي ال fe كم معامل ال fe 2 3 1 مول من fe 2 3 كم أعطاني المول الأصلي المول الأصلي للأمانة تنتبهوا عليها بالله لا تخسروا علاماتكم المول الأصلي أي ما قبل القسم على المعامل كل 1 مول من fe 2 3 أعطاني هالقدة طيب 2 مول من fe 2 مول من fe قديش ممكن تعطيني بتكون مجهولة بروح بكون هون حسب مول fe 2 ضرب هاي تقسيم واحد وآخر خطوة تعودت عليها اللي هي الماس للfe بتساوي مول الحديد ضرب الملكيل للحديد حلينا هذا السؤال limiting reactant اتكرر معانا كثير ملينا قدماء صورنا ماخدينه مش بقصد الملل يعني انه خلص عرفنا الخطوات لكن انا خايف عليكم من الغلطة اللي ترتكبوها بالامتحان وتروحوا تأخذوا المولات هاي مش الاصلية او تحكم على السريع هذا limiting وهذا excess امشي بالخطوات وحدة وحدة زي ما علمتك طيب الآن شو السؤال الثاني او الفرع الثاني من السؤال بقول لك روح احسب لي الماس excess روح احسب لي الماس excess كيف بدي احسب الماس excess باجي لهون انتبه لهون عشان اشرح لكم يا بالتبصيل كيف احسب الماس excess بقول عندي الماس عندي الماس excess شو بتساوي المول لا الريمايند ضرب الملكة لرويت للexcess تمام تمام لهون اوكي مين طلع معاي بالسؤال قبل شوي الexcess مين هون السوديوم مين هو السوديوم كيف عرفت لما قسمت على المعاملات طيب مين هو الملكة لرويت بقول لك بالسؤال ملكة لرويت للexcess مين هو الexcess السوديوم كم مولات السوديوم الكتلة المولية 23 فهاي خلاص انعرفت كيف عرفت لانه الان ايه هو الexcess طيب الان من وين بد اجيب المول ريمايند المول ري مايند من وين دي اجيبها هاي شو بتساوي المول المول اكسس اللي معاي فوق ناقص المول ري اكتد خلينا اجي على هاي بالاول اعيد ممكن اعيد اعيد ولا يهمك ابشر وابشري وابشروا جميعا ايش هاد كيف ممكن تيجي السؤال بقول لك calculate the mass excess طيب كيف بدأ يطلع الماس excess من خلال قانون المول ريمايند ضرب المول كيل رويت لل اكسس طيب كيف عرفت انا هاي 23 والصوديوم كيف من وين جبتها من السؤال هذا من السؤال هذا مش طلعت المولات لكل واحد قسمت على المعاملات وحددت من الاكسس ومن المتنج بناء على ذلك اعرفت ان الصوديوم هو الاكسس وال F2O3 هو المتنج فانا باجي باخذ المول كيل رويت لل الاكسس مين هو الاكسس والصوديوم احطينا 23 طيب هاي فمت طيب شو المول الريماند من وين بطلعه بقول هو عبارة عن المول الاكسس ناقص المول الرياكتب طيب مول الاكسس هذا من وين بجيبه هاي قدامك ايا انتبه عليها مش عرفنا انه الصوديوم هو الاكسس اه بتروح بتأخذ مولاته الاصليات يعني هذول هذول بحط هذول لا مولاته الاصليات هذول طيب ليش بدي احط هاي مش هاي قلت لك هاي بس عشان تعرف مين المول الرياكتن والاكسس يعني اي سؤال اكسس المول الاكسس تبعه المول الاصلي بالضبط يعني هاي بدت تكون اربعة فاصلة ثلاثة اربعة سبعة صحيح ناقص ناقص شو طيب المول الرياكتن من وين بدي اجيبها خلينا اسمع لك هون على البث وكون قريب من التليفون عشان تسمحها المول الرياكتن بطلحها من وين بعمل نسبة وتناسب ما بين الاكسس والليمتن رياكتن شو مش فاهم بعمل نسبة وتناسب ما بين الاكسس والليمتن رياكتن طيب كيف يعني تفرج لهون من خلال قيمة مش عرفنا انه fe203 هي الليمتن رياكتن بعمل نسبة وتناسب ما بين الليمتن رياكتن مع الاكسس كيف يعني بقول كل واحد مول من fe203 كل واحد مول بعمل نسبة وتناسب ما بين الليمتن رياكتن والاكسس عشان اطلع مولات الرياكتن كل واحد مول هذا يمكن اصعب سؤالي خربطكم بس سهل لما تعيدوا البث وتفهموا شوي شوي رح تعرفوا كل واحد مول من fe203 اعطاني المولات الاصلية 0625 طيب 6 مول من الصوديوم لانه اكسس كيف يعطيني بروح بضرب هاي في هاي قسمة واحد من خلال النسبة والتناسب بين الليمتن رياكتن والاكسس يسمى المول الناتج رياكتن مول هذا الرقم اللي طلع معاك هون وين باجي بعوضه بتيجي بتعوضه هون مباشرة هذا هو المول الرياكتن 3.75 بتطرح بطلع معاك الجواب 0.60 مول هاي شو اسمها المول ريمايند ري مايند وين بروح بعوضه هذا الناتج في بداية السؤال هاي شايفين هاي هون بروح بعوضه مباشرة هون وممكن تعيدها ايوالله لا عيدها لعنونكم تستاهلوا كل الخير رح عيدوا لآخر مرة قال لك احسب للماس اكسس قانونها المول ريمايند ضرب المولكي الرويت للأكسس المولكي الرويت للأكسس لا تحكي لهمها بما أنك فوق عرفت مين المولكي الرويت طيب المول ريمايند هاي من وين اطلعه له قانون بقول لك المول ناقص المول ريماكي المول من وين بجيبه مش عرفت فوق مين هو الاكسس ومين هو المتينج مش عرفت انه هذا الاكسس طب شو مولات الاصليات شو ما هو المول الاصلي له هاي مش هاي هاي طيب حطينا الاربعة فاصل ثلاثة سبعة طب المول ريماكي من وين اجيبها بعمل نسبة وتناسب ما بين الليمتينج رياكتنت والاكسس كل واحد معامل او واحد مول من الاف اي او ثري اعطاني بوينت ستة اثنين خمسة طيب الستة مول من الصوديوم قديش بعطيني بضرب هاي في هاي بكون حصلت مولات اللي هم الريمايند اللي حكينا عنهم اللي هم مولات مش الريمايند حفا الرياكتد طيب شو هو مول الريمايند مول الاخس نقص مول الرياكتد وهاي من خلال النسبة والتناسب نسبة حتى كاتبها نتوقع حييها من خلال النسبة والتناسب باحسب المول 레اكتد واطلع المول الريمايند بس احسب المول الريمايند بروح بعوض وفوق وهاي نسبة انه يجي بالامتحان يعني هو توسط وشو تمام لهن. بنيجي لاخر موضوع عندي بالبث لليوم ورح اشرح عليه مثالين واسكر ان شاء الله ايش البث. واحليكم بس فيه كمان مثال بدي ازيده عليه او بخليه للبث القادم للشابتر الرابع. احلي لكم اسئلة لهناك او منبلش باي شيء. لاحظتم معاي انه سؤاله لحاله. سؤال الاكسس باعتمد على اليمتينج واعتمد على ايضا على اليمتينج راكتنت. وهذا دائما سؤال في الامتحان. دائما سؤال البرسنتجي كيف يجي? نعرف السؤال من خلال وجود يا ثلاث كتل يا كتلتين. طبعا واحدة منهم اجبارية تكون بالنواتج. يعني بكون السؤال هيك مثلا. بكون على سبيل المثال ا زائد بي اعطاني سي. تمام لهون? ا زائد بي اعطاني سي. بكون هاي دائما معطاه. الماس اللي هون بتكون معطاه. فهذا السؤال بيكون عبارة عن ايش? ثلاثة ماس او ماسين. بتكون هاي معاي ماس. وهاي معاي ماس. بكون السؤال هاي انساها. فبكون معاي السؤال ماسين بالمتفاعلات وماس واحد بالنواتج. اذا كان عندي ماسين بالمتفاعلات. قلنا هذا السؤال على المولار ماس. بطلع المولات. بقسم على اقل معامل. على المعاملات اقل ناتج قسم الليمتينج والاعلة الاكسس. وبعمل نسبة وتناسب. مرات بالامتحان بريحك. الله يريح باله. قوله امين. شو بيجيب لك. بريح بالك. بقول لك خلص. هذا. بعطيك له الماس. وبعطيك الموليكي لرويه. علما بانه هذا اكسس. بما انه قل لك هذا اكسس خلص. ولا بستخدمه بحل السؤال. ورح تشوفه ذلك بالامثلة. الآن. شو هو السؤال القانون. بيقول لك. طبعا هذا بيجي عليه بالكيميا مئة وثلاثة. مئة وسبعة. لا بكبان سؤال. بقول لك. البرسنتيل. دائما سؤال في الامتحان. نعرف السؤال من خلال وجود اما ثلاث كتل. او كتلتين. واحدة بالمتفاعلات. واحدة بالنواتج. او ثنتين بالمتفاعلات. واحدة بالنواتج. قانونه. البرسنتيل. يساوي الاكتوال على الثيوريتيكل. ودائما دائما دائما. الماس اللي بالمقام اكبر من البسط. لو كانت العكس رح تطلع النسبة المئوية اكثر من مية بالمية وهو غلط. فلذلك دائما الماس اللي بالمقام اكبر من البسط. والماس اللي بالبسط بنسبة كبيرة تعطى في الامتحان. كيف بتكون في النواتج. وهلأ بقول لك كيف. كيف نحسب الثيوريتيكل. دائما الاكتوال اللي فوق هاي معطاه. هاي معطاه. مين بروح بحسب. بروح بحسب الثيوريتيكل. حرفيا زي اول تشابتر. اذا كان معاي ماسين. بعدين نسبة تناسب. اذا ماس وحدة. ماس عمولر ماس مولات. بعدين نسبة تناسب وبطلحها. نستخدم نفس طريقة الليمتينج ري اكتنت من حيث ايجاد المولات. ثم نقسم كل مول على المعامل. ثم نحسب المولات للمجهول. نضرب المولات بالمجهول بالكتلة المولية. والكتلة الناتجة هي الثيوريتيكل. وهلأ بفرجيكم كيف. وهذا قانونه. بيرسنتجيلد. الاكتوال. الماس للأكتوال. الماس للثيوريتيكل. ضرب مية بالمية. ولا بالمية وسبعة الأسبوع هذا. هاي اخذتمها. كيف نيجي. نحب نطبق مثال. تفرج. تفرج على هذا المثال. كيف بيجي سؤال لميتينج ري اكتنت بالامتحان. بقول لك. عفوا كيف البرسنتجيلد. معاي خمسة غرام من السي فور اتشفور. معاي خمسة غرام من السي فور اتشفور. هاي معطيني الها. كديش. هاي. عطيني الها خمسة غرام. وهاي علما بأن الكتلة المولية لها ثمانية وخمسين. غرام لكل مول. ومنيجي على الاوتو. معطيني الا الاوتو. كديش معطيني اياها. معطيني. خمسة غرام. على. اثنين وثلاثين. عفوا. الكتلة المولية ثنين وثلاثين. غرام لكل مول. بقول لك. انا هون امبسط عليك. بقول لك ذا اكتشواليل. بالامتحان ما بقول لك ذا اكتشواليل. دائما. خليها ببالك. هلو. الماس. الموجودة في النواتج. الماس. الموجودة في النواتج. بسؤال البرسنتي جيلد. هي ماس الاكتشوال. يعني اللي بتكون موجودة فوق. بالمقام. بالبسط. دائما. الماس. اللي بتكون موجودة بالنواتج. بعد السهم. هذه هي ماس الاكتشوال. انا كاتب لك ايها هون اكتشوال. بس لا تعرف بالامتحان ما بعطيك اياها. فلا بك تعرف انه الماس اللي فوق بالبسط. هي ماس الاكتشوال. فبقول لك. what is the بيرسنتي جيلد. اول خطوة علمتكم اياها. نروح نحسب المولات لهاي. والمولات لهاي. من خلال. قسمة. الماس. المولر ماس لهاي. وهي نطلب المولات. و. من خلال. قسمة. الماس لهاي. خمسة. على الثنين وثلاثين. طلعت المولات لهاي. بيجي واحد. مباشرة. ابو العريف. فاضح منسميه. يقول لك يا سلام. طلعتهم. اشوف. بلا. هذا الليمتينج. وهذا الاكسس. حليته. واو. فللت. جو جو جو. روح روح خيو. الخطوة الثانية. نقسم. هاي رح اظلها ترنب اذانكو بالامتحان صدقوني. وهيك بالانبي ستة ستين وثلاثة ستين والتنأجفور هاي القاعات والأس اي ون. تمتحنوا. صوتي رح يرنب اذانكو بكل سؤال. وانتو ماسكين الآل الحاسبة. قل ايه. هذا كان قلنا. وقف. انتبه. هاي. هناك. هون. فنيجي على اللي بعده. الخطوة الثانية. نقسم على المعاملات. الصفر ثمانية ستة. بقسمها على معاملو اثنين. بطلع معاي الجواب. والصفر واحد خمسة ستة. بقسمها على ثلاثة عش. طلعت شو يا بلعريف? طلعت. والله كلاما غلط. انت قلت هاي الليمتينج وهاي اكسس هيك عجهلك. طلعت العكس. لازم نقسم على المعاملات. الله يسعدكم. تمام? فبما انه عرفت انه هاي الليمتينج رياكتنت. فخلص. بعمل النسبة والتناسب ما بين الاكسجين. ومين طال. مين معطيني الاكتشول بالامتحان? والسي او تو. بس هو ما بكتب لك الاكتشول. بقول لك افذا ماس اوف سي او تو. طيب ليش السي او تو? لانه هو اعطاني بالامتحان عنها. فالنسبة والتناسب بتكون ما بين هون وهون. عملية متكررة. عم بأخذ فكرة وبطبق على الماضي. عم بأخذ فكرة وطبق على الماضي. فبرجع بأخذ المول الاصلي. ونسبة وتناسب مع السي او تو اللي هي الاكتشول. فباجي بقول كم معامل الاكسجين? 13. كم اعطاني بيجي الواحد من الفرحة لانه يا رب لك الحمد والشكر طلعت معاي هاي. ايوة كمل. الله هيهم روح طالعة. الله قويك طالعة. ادعس ادعس ابطلال. اوب طب. والخيار اللي رح يختاره ويطلع معاه الآل الحاسبة. رح يلاقيه بالخيارات. رح يلاقيه بالخيارات. بس غلط. ليش؟ لانه بقول لك ارجع للمول الاصلي. هلو. 13 من الاكسجين. 13 مول من الاكسجين. ترجع بعطيني المول الاصلي هاد. مش هاد. هيو هيو هاد. كل 13 اعطتني فاصلة واحد خمسة ستة. طيب ثمانية مول من السي او تو. قديش بعطيني؟ بتكملوا الحل. بتكون هنا انت حسبت مولات السي او تو. واخر خطوة متكررة. معاي الماس للسي او تو من خلال المولات في الكتلة المولية. هاي الماس اللي دائما بحسبها هي ماس الثيوريتيكل. ماس مين؟ الثيوريتيكل. مش الاكتجول. بعدين باجي بطبق. من وين جبت الثلاثة فاصلة خمسة ستة هاي اللي هون. هيها فوق معطاة في السؤال. بتكون دائما بعد الفاصلة. بعد السهم. ولاحظ عشان اتأكد انه حل صحيح. المقام طلع اكبر من البسط. ضرب مية بالمية. طلع معاي الجواب. وهاي دائما بيجي عليها سؤال في الامتحان. هاي المسألة. كمان مثال. حجننكم امثلة. تمام? حجننكم امثلة. تفرج معي. هذا راح نحله شفوي. بدي بس واحد يقول لي ما بدي هذا. بدي واحد معطيني فيه. قايل لك انه الاكسس جاهزة. انه قايل لي فيها انه الاكسس جاهزة. يعني مش انا قعد احل. لا قايل لي. والله انه الاكسس هي جاهزة. مش مشكلة. خلاص. بلاقي في الحط لكم بالسنوات. هذا كمان مثال. بقول لك اذا كان معاك الماس للأف اي تو او ثري ستة ونص. والماس للأف اي قديش؟ ثلاثة فاصلة اربعة سبعة. لاحظ. هنا اعطاني ماس وحدة. طيب انا منتو قلت لنا لا ماسين ولمي تنجري اكتنت. لاحظ. اول شيء بالاكتش والقلت لك يا باعطيك ماسين وحدة بالنواتج وحدة بالمتفاعلات. يا ثلاث ماسات وحدة بالنواتج وثنتين بالمتفاعلات. اذا اعطاني وحدة بالمتفاعلات كثر خيره. ريحني من المتفاعلات ومشاكله. كأنه رجع السؤال نسب وتناسب عادي. معاي الماس للأف اي تو او ثري. ومعاي الملكي لرويت بحسب المولات. بعمل نسبة وتناسب ما بين الأف اي تو او ثري ومع الأف اي. بقول كل واحد مول من الأف اي تو او ثري. بيجي واحد بقول لي لازم اقسم على المعاملات. هل عندك ماسين هيك بدأ جاوبك على السريع. هل عندك ماسين. بتقول لي لا. طب خلص اسكت. فعلى السريع. كل واحد مول من الأف اي تو او ثري. اعطاني هالقدة. كم مول من الأف اي. الاثنين. هاي. فرب هاي. تقسيم واحد. بكون طلعت المولات للأف اي. وفي الختام. الماس للأف اي. بتساوي المولات. ضرب المولوكيلر. ويت. عندي. فبطلع الماس. دائما الماس اللي بحسبها هي الثيوريتي كل. ودائما لازم تكون المقام اكبر من البسط. وهذا لكم تدريب. اجي الان على سؤال فكرته معكوسة. وهذه آخر فكرة للبث اليوم. صدقا كنت اتمنى تكونوا متواجدين معاي بالبث. لكن تشابتر زي هيك طويل كثير. اه. لازم اشرحه. بدون مش انكم تكونوا موجودين. احترامي لكم الشديد. لكن راح يكون في توقيف كثير وعيد وزيد وعيد. يعني البث الآن صاله دقيقة واربعين. قريب الاربعين. راح يوخص ساعتين ونص. فهيك شرحته بالطريقة الافضل. فاعذروني ونلتقي في قادم البثوث باذن الله. الله يوفقكم. واتمنى لكم التوفيق بكل حياتكم الجامعية. ابني جاء ناخذ لهذا المثال. بقول لك. اتو اتو زاعد اوتو اعطاني المي. ما اعطيني الماس للأجتو. حلو. ما اعطيني الماس للأوتو. والموليكي لار ويت. ما اعطيني اياها. اتركز معاي. شوف شو لاحظون. شوف. وانه ما اعطيني البرسنتجيل. طب انت ليش اعطيتني البرسنتجيل. ما انا صالني ساعة بحسبك. كسا جاي يعطوني اياك. اصلا عادي. بقول لك روح احسب الماس للأكتشول. وهي الماس اللي بالبسط. فكرة السؤال هذا ما بتخوف. هاي النسبة المئوية معاك. طيب الثيورتي كل من وين اطلحها. نفس المثال السابق. معاي ماسين. بقسم الماسين على المولات. على الموليكي لار ويت. بطلع المولات. بس اطلع المولات بقسمهم على المعاملات. اقل ناتج هو الاكسس. هو الليمتينج. واعلى ناتج هو الاكسس. برد طلعت معاي هنا. ليش اسرعت. لان الخطوات هاي سهلة عليكم. ليش طيب عملت مع الثيورتي كل. دائما بنسبة اكبر الثيورتي كل هو الذي يحسب. فطلع معاي الاو تو هو الليمتينج. كم معامل الاو تو. كل واحد اعطاني صفر واحد خمسة ستة. طيب اثنين مول من الاشتو او. قديش اعطاني. مجهول. بكون حسبت المولات. وضرب الموليكي لار ويت. لاحظ معاي الثيورتي كل هذا هو. فبقول النسبة المئوية تساوي الاكتشوال على الثيورتي كل. بقسم هاي على مية وهاي على مية عشان اخلص مية بالمية. فالاكتشوال ذرب تبادلي. هاد ذرب هاد. بطلع معاي الجواب. لاحظ انه الماس للاكتشوال طلعت اقل من الثيورتي كل. فحلك صح مية بالمية. لا تفكروني اسرعت. بس لانه فكرة متكررة عندي لهون. جماعة الخير. هاي اسئلة السنوات اللي عندكم. وامثلة فيها مهمة. انتبهوا عليها. تمام. لانها نفس نمط الامتحان. وفي سؤال بدي اقولكم يعني اطلعوا عليه. اه. هذا زي هون. ممكن يجوب لك. شو اعلى عدد مولات. هاي. what is the highest number of مول. معاك هنا اعداد المولوكيولز. بتضرب بعدد افوكادرو. هاي هنا معاك ماس. تقسمها على المولر ماس. بتضرب في عدد افوكادرو. عشان طلع عدد المولات. وكلهم يمشي على نفس الفكرة. على الطوانين رقم خمسة وستة وسبعة في البداية. اللي علمتكم اياها. هذا السؤال تدربوا عليه. ما رح احلوه لكم. محلول جاهز. فكرته. معطيني المولات. لهذول الثلاثة. هاي ثلاثة مول من الا. ثلاثة مول من البي. ثلاثة مول من السي. معطيني الثلاثة. لكل واحد هاي المول. بما انه المولات جاهزات. بقسمهم على المعاملات. اقل ناتج قسمه هو اليمانتنج ري اكتن. بعمل بينه وبين الاي. نسبة وتناسب. بالرجوع للمول الاصلي. تمام. وباقي ما تبطى هي عبارة عن اسئلة متكررة. واسئلة معادة. اتمنى لكم زي ما في الختام. جود لك كيميستري. واتفقع منكم محداش بحب الكيميستري كثير. بس ان شاء الله هي ممتعة. وفي مثال كنت حابة اطلع لكم عليه. اللي هو عندي. طبعا نسلت لكم تيست تشابتر. للامانة مش لالي. عشان اكون صادق. موجودات بالاسئلة اللي وديت لكم اياهن. لا الدكاتري زي جميل او خليل. بحلوا عليهم. وفي سؤال هناك لفتني. بقول لك. total number. total number of atoms. ان. قديش. فاصل صفر واحد واحد مول. لا. الف اي سي او. الكل ثلاثة. بي. اتج ثري. الكل اثنين. قاعد بقول لك. شو عدد المولات لكل هاي الذرات. لكل هاي الذرات. اللي هو على القانون. اللي هو قانون رقم سبعة. اللي هو عبارة عن عدد المولات. بعدد اف و قادرو ضرب عدد ذرات العناصر او العنصر المطلوب. عدد المولات معطيني اياه. فاصلة صفر واحد واحد. وعدد اف و قادرو معاكم. كيف احسب عدد ذرات العنصر؟ تبع معاي. الاف اي ذرة. هاي صدرتها. طبعا هي الاف اي ضرة لما يقول لك سي او الكل ثلاثة يعني عندي ثلاثة كربونة وثلاثة اكسجين لما يقول لك البي اتش ثري بي اتش ثري هيصورنا بالطبية احنا مضروبة باثنين يعني عندي اثنين بي وستة اتش ستة واثنين ثمانية وستة اربعة عشر واحد خمسطعش ضرب خمسطعش هذا بس يعني كاحد الامثلة اللي هيك لفت نظري شوي انه يكون مهم وفي سؤال ايضا باسئلة السنوات وديتلكم اياه زي ما بتلاحظوا عندي على هذا الكمبيوتر هاي هي اسئلة السنوات وبعتلكم اياها مباشرة على هذا هو سؤال سنوات وهاي اسئلة السنوات وديتلكم اياها على ايش الجروب بتحلوها على اليميتينج ري اكتنت والاكسس وغيره وغيراته فان شاء الله اموركم طيبة هاي الاسئلة الواحد رح يسألني وين بلاقيها على الكمبيوتر اخر رابط بالسؤال لما بعثتلكم الاسئلة ركز على النمط رح يجي نفسه على الامتحان تفتح لك مباشرة مكتوب على الملف مد اللي هو البيدي اف وبتحل كل الاسئلة وان شاء الله منتمنالكم كل الخير وفي الختام لنهيها بالله يوفقكم ويسر اموركم جميعا وان شاء الله نلتقي في قادم البثوث دمتم برعاية الله وتمنالكم كل التوفيق وبالنسبة لاي سؤال استفسار ابعثولي ان شاء الله انا موجود وان شاء الله الشابتر الرابع رح نلتقي في بث مباشر مش بث مسجل تمام واي حدا عنده سؤال يبعثلي سريعا لما تحضر البث وما فهمت اشي لا تتسرع تقول ما فهمتش لا ارجع شوي شوي على البث وكأنه موجود قدامك وكيمستري is a life thank you so very much هاي بالعنقاليزي فادمتم برعاية الله الله يعطيكم الصحة والعافية ويقويكم شكرا لكم ولحسن الاستماع ومنعتذر على الاطالة بشكل زائد